وفي مثل هذا اليوم رحل الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ورائد التنوير في مصر والوطن العربي تجوز عميد الأدب العربي كل الصعوبات ليكمل مسيرته التعليمية ويساهم في حركة النهضة الحديثة للأدب العربي أحد أشهر الكتاب والمفكرين المصريين في القرن العشرين ومن أبرز رموز حركة النهضة والحداثة ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية إنه طه حسين عميد الأدب العربي ولد طه حسين في عزبة الكيلو إحدى قرى محافظة المينيا ذهب إلى الكتاب والتحق بعدها بالأزهر حيث درس الدين والأدب العربي من سن مبكرة كان طه حسين الابن السابع من بين ثلاثة عشر طفلا فقد بصره في سن الثالثة نتيجة طلاقه علاج خاطئ وهو ما تسبب له بالكثير من المعاناة طيلة حياته في عام 1908 التحق طه حسين بالجامعة المصرية وفي عام 1914 التحق بجامعة مونبليي في فرنسا وتزوج بالمواطنة الفرنسية سوزان بريسو التي كانت لها أثر عظيم في حياته عاد طه حسين إلى مصر عام 1919 وعين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني واستمر كذلك حتى عام 1952 حيث تحولت الجامعة المصرية في ذلك العام إلى جامعة حكومية وعين طه حسين أستاذا لتاريخ الأدب العربي بكلية الأدب أصدر طه حسين كتابه في الشعر الجاهلية الذي أحدث عواصف من ردود الفعل وأسهم في الانتقال بمناهج البحث الأدبي والتاريخي نقلة كبيرة فيما يتصل بتأكيد حرية العقل الجامعي في الاكتهاد أحيل للتقاعد في السادس عشر من أكتوبر عام 1944 وستمر كذلك حتى 1950 عندما عين لأول مرة وزيرا للمعارف وكانت تلك آخر المهام الحكومية التي تولاها طه حسين حيث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته عام 1973 إلى الإنتاج الفكري والنشاط في العديد من المجامع العلمية التي كان عضوا بها من داخل مصر وخارجها